من الزاوية الإنسانية ذاتها بدأت الحكومة الشرعية بإسناد سعودي إماراتي تحركا ثلاثيا في الأمم المتحدة يهدف إلى حث المنظمة الدولية على ممارسة ضغط لا يزال مستبعدا على الحوثيين لإجبارهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه اتفاق ستوك هولم بشأن الحديدة ففي مذكرة وجهها سفراء اليمن والسعودية والإمارات للرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني ريستوف هوسيغن أوضحوا فيها أن الحوثيين يحصدون أرباحا هائلة من سيطرتهم على تدفق البضائع إلى المناطق التي يحتلونها بشكل غير قانوني مما يوفر لهم حافزا فاسدا لمنع إيصال المعونة إلى الناس الذين يتضورون جوعا واستندت المذكرة إلى مواقف معلنة عبر عنها في وقت سابق برنامج الأغذية العالمي والتي كشف من خلالها عن سرقة للمعونات وعرقلة لإيصال المعونات لمستحقيها مما يقوض فعالية المساعدة الإنسانية التي يقدمها التحالف وحذرت المذكرة من أن 200 مليون دولار قدمتها الرياض وأبو ضابي لثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة تتعلق بالمعونات الموجهة لليمنيين في شهر رمضان المبارك بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطر عليها الحوثيون لن تسلم إلا إذا تعاون الحوثيون مع وكالات الأمم المتحدة والتزموا بإنهاء سرقة وعرقلة إيصال هذه المساعدات لمستحقيها وذكر السفراء الثلاثة بالأحداث الأخيرة التي أحاطت بالزيارة التفاوضية الشاقة التي قام بها فريق من برنامج الأغضية العالمي لمطاحن البحر الأحمر والتي قالوا إنها تؤكد الحاجة الماسة إلى الضغط الدولي على الحوثيين ميدانيا عادت خلال الساعة الماضية المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية وتلك التابعة للميليشيا في خطوط المواجهة الرئيسية بمدينة الحديدة دون أن يطرأ تغير في الموقف الميداني لمتقاتلين الأنباء الواردة من مدينة الحديدة تفيد بأن الميليشيا قطعت خدمة النت على المدينة في إجراء انتكرر أكثر من مرة وترافق عادة مع اندلاع المواجهات العسكرية في هذه المدينة المنكوبة بالحرب منذ منتصف العام المنصرم يأتي ذلك فيما لم تسفر الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي مرتنغريفث إلى صنعاء الاثنين والثلاثة الماضيين عن نتائج جوهرية في وقت يستمر فيه كبير المراقبين ميكل لوليسغارد في بذل محاولات لجمع طرفي الحرب في الحديدة في اجتماع جديد للجنة المشتركة وسط استمرار استهداف الحوثيين للمقر الذي يلتقي فيه لوليسغارد مع الجانب الحكومي واستمرار منعه من جانب الميليشيا من الانتقال إلى ذلك المقر